أهلا بكم من جديد أيد الاتحاد الأسيوي قرار الفيفا بزيادة عدد منتخبات مونديال 2026 إلى 48 منتخبا رئيس الاتحاد الأسيوي سلمان بن إبراهيم آل خليفة أكد في بيانة نشر على موقعها الرسمي أن هذا القرار يصب في مصلحة كرة القدم الأسيوية من خلال زيادة التمثيل القري في الحدث العالمي وهو ما يترتب على ذلك من مكاسب متعددة على الأسعادة الرياضية والجماهيرية والإعلامية والاقتصادية مشددا على أن آسيا تستحق حصة أكبر من تلك المخصصة لها حاليا بدوره وقف الاتحاد المكسيكي مع قرار الفيفا بزيادة عدد المنتخبات إلى 48 الاتحاد المكسيكي أكد أن هذه السيغة ستزيد من المنافسة في تصفيات وفي المرحلة النهائية لافتا إلى أنه ينتظر المزيد من التفاصيل من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الصدد وهذه أراء متبينة من البحرين بشأن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم بداية من 2026 هاي شيء يجاوبي حق نحن وخصوصا للمنتخبات العربية ما كانت تحصل فراسها قابل يعني المقاعد كانوا أقل فهاي شيء يبشر بخير حق المنتخبات الخليجية العربية إنه يخلون يعني الوضع يصير أحسن والله أنا نظر لهم من نظور فني أعتقد متعة كرة القدم في إثارته إذا كانت المباريات ذات مستوى وفيها إثارة الجمهور راح يقبل عليها كثرة لعدد الفرق أعتقد راح طابع كاس العالم راح نفتقدها السنس مال كاس العالم الإثارة نحن ننتظر لقاءات كثيرة تتواجه صبر لما الأرجنتين تواجهوا واحد من الفرق اللي متأهله طبعا يعني أعتقد راح تتأهل منتخبات دون المستوى مع احترام الله فألمانيا لما تواجه لك فريق مثلا على سبيل المثال ذكر أسماء الدول يعني بتكون هزائم بتكون نتاج كارثية صراحة